اشتركوا في القناة وفرعون بحق لقوم يؤمنون إن فرعون على فرض وجعل ألها شيعا يصبع فطائفا منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع الذين صبعفوا فرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم ونمكن لهم فرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحفرون وأوحينا إلى أمم موسى أرضعيه فإذا كفت عليه فأرقيه فأرقيه في الأم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فارتقطه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنوا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عني لي ولك لا تقتلوه عسى وهو أن ينفعنا أو اتخذه ولدا وهو لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتذي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت لدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فارددناه إلى أمه كي تقر عنها ولا تحزن ولتلم أن ودى الله حق ولكن أكثرهم لا يلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين قفلة من لها فوجد فيها رجل يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فأستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي ففر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمسي استصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أنراد أن يرطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمسي إن تريد إلا أن تكون شبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقص المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتمرون بك ليقتلوا كفرجني لك من الناصحين فأخرج منها خائفا يترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين ولما سوجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يديني سواء السبيل ولما ورد ما مدينة وجد عليه أمة من الناس يسطون ووجد من دونه مرأتين تزودا قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على السحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخفن جوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت الساجر إن خير من الساجر تقوي لمين قال إني أريد أننكحك إحد ابنا سيهاتين على أن تاجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن شق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى نجل وصار بأله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كتو إني آنسنا ليآتيكم منها بقبل نوجد وثم من النار لعلكم تصطعلون فلما أتى لودي من شاطئ الوادي ليمن في البقعة مباركة من الشجرة أيها موسى أيها موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا القي عصاك فلما رآها تتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك أتخرج بيضاء من غير سوء وأضم ملك جناحك من الرهب فذلك برانان من ربك إلى فعن وملئه إنه كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت من رسا فأخاف أن يقتلون وأخيه هارون وأفصح مني هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ربا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون أيكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم غالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بيناتهم قالوا ماذا قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمنا بهذا في آبائنا الأولين وقالوا موسى ربي ألب بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملاء ما علمت لكم من إله غيري ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا آمان على الطين فاجعل لي صحرا لي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن من الكاذبين والسكبر هو وجنوده في رضي بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فأنظر كيف كان آقبة الظالمين واجعلناهم أهمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لنا ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما ألكن القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وعودا ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت في جانب غربك إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تثنوا عليهم آياتنا ولكننا وكنا مرسلين ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قرنك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا ولولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ولما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قول فاتوا بكتاب من عند الله وأدى من ما أتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فلمن ما يتبعون أواءهم ومن ضل ممن اتبع أواه بوريدا من الله إن الله لا يدل قوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل مسلمين أولئك يتناجرون مرتين بما صبروا ويدرؤون بحسنة السيئة ومما رزقناه ينفقون وإذا سمعوا اللغوة أرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تديه من أحببت ولكن الله يديه من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا من أن تجبى إلي ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثره لا يعلمون وكم هلكنا من قرية بطرت معيشتها فاترك مساكنه لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك ملك القرى حتى إبحث في أمها رسولا يسلو عليهم آياتنا وما كنا ملك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمثاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تقلون أفمن وعدناه وعدنا حسنا فهو لاقيه كمن متنعه مساح الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم قول ربنا أولئذين أغوينا أغويناه كما غوينا تغوأنا إليك ما كانوا إيانا يبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعهم فلمس جيبوا لهم وراه العذاب لونه كانوا يتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعنيت عليهم الأنباء يومئذ فهلا يتساءلون فأما من ساب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم موتك نصدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى ولا أخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليلة صرمدا إلى يوم القيامة من الله غير الله ياتيكم بضياء أفلا تسمعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم النار صرمدا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من إله قل رأيتم إن جعل الله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تصرون ومن رحمته جعلكم الليلة والنهار لتسكنوا فيه ولتبتعوا من فضي ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تسعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوبها لكم فعلموا فعلموا أن حق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بعصمة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرحن الله لا يحب الفرحين ويبتع فيما آساك الله الدار الآخرة ولا تنسى مصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا ترغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيت على علم عندي أولم اعلم أن الله قد هلك من قبله من القرون منه وأشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم تواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فأخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويكأن الله يرسط الرزق لمن يشاء من عبابه ويقدر أخسفنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فرض ولا وفسادا وعاقبة للمتقين من جاء بحسنة فله خير منه ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلا ومعاود قل ربي ألم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يرقى إليك الكتاب إلا رحمة أم ربك فلا تكونن غيرا لكافرين وما يصدنك على آيات الله بعد عيد انزلت إليك وادع إلى أربك ولا تكونن من مشركين وما تدعو مع الله إلى ما هو آخر لا إله إلا هو كل شيء هارك بالأرجاء لا هو الحكم وإليه ترجلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر